تحية موجودة داخل سجل الأحداث أو حتى الفصلة بخاطر رعاية رعاية الحدث فلازم هذه دايما أنا أوقعي الشاب طب حتى استخدام الأسلحة أو شيء الأسلحة فهما شون؟ يعني إحنا ما حدنا هذه ضهر تراجي جيدة علينا يعني من سبع أو ست سنين بس إنه واحد يبشي مسلح ليش؟ إذا ما شرق دولة أمان الحمد لله لا في نزعات طائفية الحمد لله لا في نزعات سياسية الحمد لله ولا عائلية ولا عرقية ولا ولا طب ليش؟ تجوب دار ما دار البلد الحمد لله أمن وأمان أمن وأمان والله ساعة ثنتين مودي الوالد اسم الله عليك المستشفى مبارك لا حد أمان تحس بس أنا مع أمي ما مع أنا أحد فتحس في أمان وبعدين الدوريات موجودة هذا كله فليش هذا العنف أو استباق الحدث بأن أنا شيل الإسلاح نعم فهذا هو الغلط الحين الآن أن الأم والأب ياريت قوم يطلعوا ولدهم أي مجمع تجاري أو أي مكان يشوفوا هش لابس وشنو داخل ما لابسه؟ يعني ما يضر منه ربك رايح في المجمع مع المجمع ترى هذه يتخفف واي تخفف زين؟ علمه أودي معاي ديوانية أودي معاي أنا حت له مارضة أحببه صحيح إن أودي حق اللهم صلى الله عليه محمد والمحمد الندوات الدينية الجمعة ترى أنا وايد أحب ندوات دينية نعم لو نأخذ أولاد خصوصاً الشباب أودي مع ديوانية إحنا البلات يأخذوننا من يوم كنا صغر وحتى أودنا خلاص إن روحنا ديوانية دينية فلما أنا أخذ الولد الشاب أودي معاي بقض النظر على المكان يعني مسيد حسينية نادي بس في توعية دينية فهمشون؟ هذه قلل شوية عندي أنا من الحالات العنف اللي أنا شوفها عند المراهقين أو الشباب بمعنى الصح الحين اللي زادت زيادة اللازم ما والله نعطيه له ونقوله روح لا خله هذا صار ريال خله يطلع بروحها وبعدين حتى الكاش ماني كم أنا أعطيه ترى هذا هم لها دور أمس ذكره بعد دكتور جميل أيضاً قال يعني قاعد يعطيه مصروف شهري غير مصروف أسبوعي غير مصروف يومي يعني سونا يعني كل شيء يجي حاضر نعم لا هذا غلط طبعاً ضاع الولد هذا غلط جميل جداً غلط غلط دكتور خالد كيف يصلح الإعلام ما فوسد سابقاً من ناحية العن من ناحية العن من ناحية كل شيء طبعاً الإعلام منعكاس للمجتمع نعم على فكرة يعني بعض الناس أو بعض الدرس إعلامية ترى أن الإعلام أحياناً ما يؤثر بالعنف يعني بأكس الإعلام والدليل يقولك أننا إحنا أنا وياك والدكتور وغيرنا والشباب شفنا فيه العنف كثير وإحنا صغار صحيح وشفنا فيه العنف حركة فيها الضرب وشفنا فيه العنف الحمد لله وكبرنا ولا فيه عمشاك الحمد لله لأنا كانت الأسرة على فكرة صحيح لأنه كان في الأسرة يمسوية كمشرة ما قال كله فيه الأم العودة وفي العود يدي ويديته يعني كان قبلها تطلع الوالد يشيك وانت راد يشيك عليك وش مريحة حجص بيان شفيها سيجار ولا لا الآن ماكو وهذه دعا النظرية اللي يقولها بعض الإعلاميين إن الإعلام ما يقاعد الإعلام يعطني متعة فيلم درامي قاعد يشوفها فيه عنف لكن نستانس وينتدي السالف جميل يرجع للأسرة طبعا بضبط الحال لكن بلا شك إن الإعلام أعتقد إنه إحنا الآن بحاجة إلى قضية الرغابة الذاتية نعم أو الضبط ما يسمى بالمشاهدة من ناحية الكمية ومن ناحية الكيفية يعني الكمية إنه لازم تتضبط المشاهدة في أدد الساعات جميل حتى الكبار حتى اللي نحن هافه نحن مصحي إنه نقعد قدام التلفزيون أو إنه شبير وبالغ خمسة ساعة أو أخذ ناحية ساعة مصحيح أو حتى الزوم جار النمع أو إنه شبير رائع البيت هذا مصحيح أبدأ غلطة لطريقة هذه جميل فالناحية كمية يجب أن تضبط الناحية كيفية شو تشوف شو البرامج اللي قاعد طالعها أنا قاعد طالعها الأمر اللي هو غضية الآن الموسطة الإعلامية إنها تحاول إنه تقدم المواد الإعلامية بطريقة سواء كتاب السيناريو منتجين التلفزيون منتجين الوراني الدرامية أعني تقدم بطريقة على أقل كمية العنف فيها يعرض بطريقة يخدم مقصة الدرامية لكنه لا يشجع أو يكرس بحيث أنه أنا أعرض لك مثلا دكتور مساع الشون تقتل نحن الآن أنا دائما يقول حق طلبتي في الإعلام المجتمع المقرر إنه الآن نحن كمشاهدين كلنا ترى مشاريع مجرمين نعرف كيف نقتل كيف نسرق كيف نخفي الوصمات كيف نخفي الجثة أداة السلاح كل الآن الجمهور عندهم الأمر هذه فإحنا مضقفين من ناحية الارتكاب الجريمة بس يبيننا دافئ عشان ترتكب الجريمة عشان جديد يصير ظروف معينة يرتفع عندك الشعور بالأحباط أو الشعور معينة تنفس عن غضبك ترتكب الجريمة اللي تتعرفها من طريق العلام فعودة على سؤالك الحل هو طبعا الأسرة تلعب دورها بلا شك يعني ما في شك أبدا إحنا الآن كأباء قاعدين ما قاعدين ربعيان إحنا قاعدين نوكل عياننا بس جميل ونوم عياننا هذه الكلمة إيه والله حيحة أنا أتتعرف عن نفسك بعد يعني والآن إحنا وقعنا ترغير وقع بوهاتنا قبل قبل عندنا قناتين تلفزيون ونتهي الآن عندك بلايستيشن عندك تلفزيون ومبيتري وعندك آيبود وانتك أمدراك وانتين القناة فصائب لك تربي عيالك همطرة تحدي والله همطرة تحدي أستاذ خالد أنا طبعا أدرس علم نفس الجنائي إيه صحيح أنت يعني هناك في من يقول أن لا يوجد علم نفس الجنائي لا أنا تخصصي أساسي الرئيسي علم نفس الجنائي نعم وأدرس علم نفس الجنائي في جامعة الكويت جميل وأنا قدمت والله حق انتداب حق كليل الشرطة يدرسون علم نفس الجنائي لأن أنا بعد سمعت يقال أنه يدرس هذا المقرر هناك شو تعريفنا انتبه شو تعريفنا عن نفس الجنائي هو دراسة سلوك المجرم جميل يعني هذا يخص أعتقد وزارة الداخلية أكثر أو شرطتنا في الكويت لا حتى إحنا لو كل واحد يخص نفسية طبعا إحنا لما أدرسنا عن نفس الجنائي شنوه المحتوى اللي هو العنف الأحداث جميل الشخصية السيكوبيات قبل الجرام أبين حق الطالب الشخصية المريضة الشخصية الأساسية تعاني من الطرابات نفسية أو الطرابات العقلية تؤدي إلى الجريمة أشرح لهم القانون أشرح لهم الجريمة ما هي الجريمة الأحداث شن هو الحدث وما هو جانح الحدث فيه فرق بين الحدث وجانح الحدث إذن هناك يوجد علم نفس جنائي دمس صراحة محافظة رقم المقرر وأنا أدرسل طلبتي لأن في بعض الأحيان الخريجين من عندنا سواء كانوا طالبة أو طالبة اشتغلوا في الأدلة الجنائية لأنا أخذهم رحلات ميدانية إلى الأدلة الجنائية إلى السجن المركزي إلى السجن الأحداث عشان يطلعون في الصورة منها توعوي لهم يا جماعة شوفوا السجن وصول الشباب كنا دائما وديهم سجن الرجال شوفوا اللي يخالف القانون اللي يرتكف فعل ممكن يقاضي عليه أو ينفذ فيه حكم معين هذا هنا جميل جميل أنا في النهاية الآن انتهى برنامجي ولا يسعني لأن أشكركم دكتورة معيمة على تواجز معي في هذه فرصة سعيدة أنا شبت الدكتور خالد القحص أيضا شرفتني في ديوان وأيضا عزيزي المشاهد الأسرة دورها كبير جدا في تربية وأيضا الكنترول نتمنى منكم أن نسوي الكنترول على أبنائنا لأن هذه الأهم جيل المستقبل والسيطرة عزيزي المشاهد إن شاء الله نتمنى لكم كلكم الخير وأيضا شبابنا يكون شباب جيد مساهم في خدمة الوطن عزيزي المشاهد ننتقل إلى حدث في مثل هذا اليوم في الكويت ولكن معه بعد هذا الفاصل الخصير مساء الخير أخواني أخوات المشاهدين الكرام حياكم الله في فقرة حدثة مثل هذا اليوم ومثل ما تعرفون بهالفقرة أتناول الأحداث التاريخية التي حدثت في تاريخ الكويت بمختلف النواحي الاجتماعية السياسية الاقتصادية إلى آخره نبدأ وياكم الفقرة ونقول لكم حدثة في مثل هذا اليوم 2 يونيو 1939 الحدث كان إرسال أول بعثة دراسية من الكويت للدراسة في الخارج وكانت هذه البعثة من خريجين مدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية وهذه البعثة تم إرسالها إلى بغداد للدراسة وتتكون هذه البعثة من عدد سبع طلاب من طلاب الكويت وهم كالآتي الشيخ فهد السالم وأيضا محمود العبد الرزاك وأحمد بن علي العلي وعبد الكريم بن محمد العلي وعبد الله العبد اللطيف العبد الجليل واسليمان العنزي وخالد اسليمان العدساني هذه أول بعثة للطلبة الكويتين للخارج تحديدا في 2 يونيو 1939 خلونا نشوف إياكم الصور التاريخية كذلك حدث فيه مثل هذا اليوم في عام الـ 960 إنشاء مجلس الإنشاء والإعمار في الكويت تحديدا في عهد الشيخ عبد الله السالم وخلونا نتوقف هنا في عهد الشيخ عبد الله السالم خطت الكويت خطوات رائدة في مختلف المجالات الاجتماعية الاقتصادية وكذلك السياسية تحديدا في 1900